أكدت سعادة الأستاذ إيمان جناحي المدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية إطلاق 83 فعالية ومبادرة لدعم العمليات الانتخابية هذا وشددت المدير التنفيذي للمعهد خلال مؤتمر صحفي على استمرار معهد التنمية السياسية في تقديم البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية يدرب في نسخته الثانية إيمانا بدوره الوطني في المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأشارت إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تدريب وتوعية المترشحين والفرق الانتخابية وإعداد المرشح ودعم وتعزيز العملية الانتخابية إضافة إلى توعية وحف المواطنين على المشاركة والمساهمة في صناعة القرار السياسي كما دشنا معهد البحرية للتنمية السياسية خلال المؤتمر دليل المترشح للانتخابات النيابية والمجالس البلدية الأول من نوعه بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين ويتضمن الدليل ستة فصول تتناول النظام السياسي في المملكة والدليل القانوني للترشيح والدليل السياسي والإعلامي والمالي والإداري ورصد ومتابعة العملية الانتخابية ليكون مرجعا أساسيا للراغبين بالترشح طبعا نحن اليوم أعلننا عن موضوعين مختلفين الدليل للانتخابات ونفتخر أن نحن دشنا هذا الدليل أنه مرجع لكل المترشحين دليل دسم يحتوي على سبع فصول فيه البرامج القانونية والمالية والإعلامية والعديد من المواضيع اللي تخص المترشح الموضوع الثاني طبعا البرامج التدريبية لدرب اثنين فيه العديد من المراحل احنا الحين في المرحلة المتخصصة نتهينا من المرحلة التمهيدية والمرحلة الشاملة إن شاء الله بيكون فيه العديد من البرامج وحنا نفتخر أن نحن لحد حين تقريبا شارك معنا أكثر من 2000 مشارك في هذه البرامج وإن شاء الله على نهاية السنة تكون فيه مشاركات أكبر ونجاح إن شاء الله لهذه العرس الانتخابي